السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه اجمعين وبعد ايها الاحباب الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حديثنا اليوم عن سنن الرسول صلى الله عليه وسلم في رمضان ربما قد يتسأل كثير من المسلمين عن حياة هذا النبي الكريم في رمضان كيف كان صلى الله عليه وسلم يصوم كيف كان يتسحر كيف كان يفتر كيف كان يقضي يومه فيه لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم ينوي الصيام كل يوم وكان يتسحر مع احدى زوجاته يأكل قليلا من الطعام ربما كان يتسحر على تمارات او شيئا اقل من الطعام مع شرب الماء واحيانا اخرى كان يتسحر مع بعض صحابته فكيف كان سلوك النبي الكريم في رمضان وما هي سنته الطاهرة وكيف كان يستعد لاستقبال رمضان ويحط اصحابه على الاشهاد فيه ويواصل طيلة الشهر الفضيل كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعد مبكرا لاستقبال هذا الشهر شهر الصيام والقيام وتلاوة القرآن فعن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اخر شعبان فقال ايها الناس قد اظلكم شهر عظيم مبارك فيه ليلة القدر هي خير من الف شهر فرض الله صيامه وجعل قيامه تطوعا من ادى فيه فريضة كان كمن اعتقى رقبه وكمن ادى سبعين فريضة فيما سواه وهو شهر يزداد فيه رزق المؤمن من فطر فيه صائما كان كمن اعتقى رقبه وهو شهر الصبر والصبر ثوابه الجنة وشهر المواسات قالوا يا رسول الله ليس كلنا يجد ما يفطر به الصائم قال يعطي الله هذا التواب لمن فطر صائما على تمرة او شربة ماء او مذقة لبن وهو شهر اوله رحمه واوسطه مغفرة واخره عتق من النار وفي الحديث ايضا عن ابي سعيل الخذري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجه عن النار سبعين خريفة كل هذا ترغيب من النبي صلى الله عليه وسلم لصحابته الكرام ولامته من بعده ان يعلم حقيقة الصيام وفضل رمضان والاجر والتواب الذي اعده رب العباد للمؤمنين والمؤمنات وفي الحديث ايضا يحكي عباد ابن الصامت كيف ان النبي صلى الله عليه وسلم يحث اصحابه للاهتمام برمضان بحسن استقباله والفرحة بان يعبد الله تعالى حق عبادته فعن عباد ابن الصامت رضي الله عنه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتاكم رمضان شهر بركة يغشاكم الله فيه فتتنزل الرحمة ويحط الخطايا ويستجيب فيه الدعاء ينظر الله تعالى الى تنافسكم فيه ويباهي بكم ملائكته فاروا الله من انفسكم خيرا فان الشقي من حرم فيه رحمة الله هذا هو شهر رمضان شهر تتجدد فيه النفوس بالايمان والتقوى وتكثر فيه مبادرات الخير والعمل الصالح شهر اوله رحمة واوسطه مغفرة واخره عتق من النار هذا ما عبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم حين قال اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنة وغلقت ابواب النار وصفدت الشياطين ونادى مناد من قبل الحق تبارك وتعالى يا باغي الخير اقبل ويا باغي الشر اقصر ايها الاحباب الكرام ان من اهم الاعمال الصالحة التي رغب النبي صلى الله عليه وسلم ان تنافس في فعلها خلال هذا الشهر الفضيل اولا الصيام فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رب العزة كل عمل ابن ادم له الا الصيام فانه لي وانا اجزي به ترك شهوته وطعامه وشرابه من اجلي وقال صلى الله عليه وسلم من سام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من لنبه هذا التواب الجزيل لا يكون لمن امتنى عن الطعام والشراب فقط وانما كما قال صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه وحتى النبي الكريم على القيم الاخلاقية في رمضان فقال الصوم جنة فاذا كان صوم احدكم فلا يرفث ولا يفسق ولا يجهل فان سابه احد فليقل اني امرء صائم ايضا من الاعمال الصالحة في رمضان التي كان يحرس عليها النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصيام هي الصلاة والقيام لان الصلاة تعد من افضل الاعمال التي يمكن للعبد المسلم التقرب بها الى الله في هذا الشهر الفضيل ويستحب بعد اداء الفرائض الاكثار من النوافل وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم ان من يحافظ على اتنتي عشرة ركعة من النوافل كل يوم كان له بيتا في الجنة وقال صلى الله عليه وسلم ما من عبد مسلم يصن لله كل يوم تدتي عشرة ركعة تطوعا غير فريضة الا بنى الله له بيتا في الجنة او الا بني له بيت في الجنة وافضل النوافل هي قيام الليل لقول الله عز وجل وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما قيام الليل كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يواضب عليه في كل وقت وحين وكان مأمورا به فربنا عز وجل قال له يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلِ قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلَ نِسْفَهُ أَوْ إِنْقُسْ مِنْهُ قَلِيلَ أَوْزِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلَ فقد كان قيام الليل هو دأب النبي صلى الله عليه وسلم وأمنا عائشة رضي الله عنه تقول لا تدع قيام الليل فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يدعه وكان إذا مارض أو كسل صلى قاعدا وهكذا كان صحابته جميعا يأخذون لهم نصيبا من الليل خصوصا في الثلث الأخير من الليل ومن الصلاوات التي كان النبي الكريم يحط عليها هي سلاة الترويح في رمضان وقد بين أن قيام رمضان من الأسباب التي تكفل الدنوب فقال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من لنبه كما حتى النبي صلى الله عليه وسلم على سلاة الفجر في جماعة فهي خير من الدنيا وما فيها قال ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها والذي يصلي سنة الفجر ويجلس بعدها لذكر الله حتى طلوع الشمس كمن أدى حجا أو عمره فقد قال صلى الله عليه وسلم من صلى الفجر في جماعة ثم قاعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة 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 أيضا أيها الأحباب الكرام من الأعمال الصالحة التي كان يواضب عليها النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان تلاوة القرآن ومدارسته لأن في هذا الشهر نزل القرآن الكريم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن قراءة الحرف الواحد من القرآن تعدل عشر حسنات لأنه كلام الله رب العالمين فقال من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول لكم ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف وبهذا يكون عدد هذه الحسنات كبير جدا لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من قراءة القرآن وخاصة في رمضان وكان جبريل عليه السلام يقرأ النبي الكريم هذا الكتاب العزيز في كل سنة مرة واحدة وفي السنة التي توفي فيها عرضه على جبريل مرتين وكان صلى الله عليه وسلم يتأثر بكلام الله سبحانه غاية تتأثر ففي صحيح البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ علي القرآن فقلت يا رسول الله أقرأه عليك وعليك أنزل فقال يا ابن مسعود إني أحب أن أسمعه من غيري قال عبد الله فقرأت عليه صورة النساء حتى إذا بلغت إلى قوله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدة قال حسبك حسبك فالتفت فإذا عيناه تدرفان صلى الله عليه وسلم وفي الحديث أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما نزلت أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحقون ولا تبكون نزلت من سورة النجم سمعها الصحابة من أهل الصفة فبكوا بكاء شديدا حتى جرت دموعهم على خدودهم فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم حسهم بكى معهم فبكينا ببكائه فقال صلى الله عليه وسلم لا يلج نار من بكى من خشية الله لا يلج نار من بكى من خشية الله أيضا أيها الأحباب الكرام من الأعمال الصالحة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص عليها في رمضان ويحط عليها المؤمنين الصدقات والبدل والجود والإحسان لأن الصدقات هي من الأسباب التي تؤدي إلى قبول العمل وتؤدي إلى قبول العبادة عند الله ومضاعفة الأجر والتواب لصاحبها الذي يظل في ظلها يوم لا ظل إلا ظله يوم القيامة وتكون مطلوبا هذه الصدقة خصوصا في رمضان لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصدقة في رمضان وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان كان أجود بالخير من الريح المرسلة وكان يقول من فطر صائما كان له مثل الأجر غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا وهذه الصدقات هي لها صور كثيرة منها إطعام الطعام فقد كان صلى الله عليه وسلم يحرس على إطعام الطعام سواء كان ذلك بإشباع جائع أو إطعام أخ صالح قال صلى الله عليه وسلم أيما مؤمن أطعم مؤمنا على جوع أطعمه الله من تمار الجنة ومن سقى مؤمنا على ضمأ سقاه الله من رحيق مختوم اللهم اجعلنا منهم يا رب وعبادة إطعام الطعام ينشأ عنها التودد والتحبب فيكون ذلك سببا في دخول الجنة فقد قال صلى الله عليه وسلم لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولن تؤمنوا حتى تحبوا كما ينشأ عنها مجالسة الصالحين واحتساب الأجر في معونتهم على الطاعات التي يقومون عليها كذلك يدخل في الصدقات والبدل والإحسان تفطير الصائمين فقد قال صلى الله عليه وسلم من فطر صائما كان له مثل أجره غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء وفي حديث سلمان قال ومن فطر فيه صائما كان مغفرة لدنوبه وعتق رقبته من النار وكان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجر آخر شيء قالوا يا رسول الله كلنا ما يجد ما يفطر به الصائم قال ربنا يعطي هذا التواب لمن فطر صائما على مذقة لبن أو تمرة أو شربة ماء ثم قال ومن سق صائما سقاه الله من حوضي شربة لا يضمأ بعدها أبدا حتى يدخل الجنة اللهم اشعلنا منهم يا رب العالمين كذلك أيها الأحباب الكرام من الأعمال الصالحة التي كان يحرس النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم عليه في رمضان صلة الأرحام وصلة الأرحام تعد من أفضل العبادات التي يتم التقرب بها إلى الله قال النبي الكريم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه وبين صلى الله عليه وسلم أن صلة الرحم من الأسباب التي تزيد في الرزق وتبارك في الوقت فقال من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه وكان النبي صلى الله عليه وسلم واصلا لرحمه وأقاربه مع أنهم آدوه أدا شديدا كذلك أيها الأحباب الكرام من الأعمال الصالحة التي كان يحب النبي الكريم القيام بها في رمضان الاعتكاف والاعتكاف والاعتكاف هو المكوت في المسجد والبقاء فيه بقصد العبادة والتقرب إلى الله التبارك وتعالى سواء كان في الليل أو في النهار وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اعتكف في رمضان وفي غيره من الشهور وسن للمسلمين الاعتكاف في رمضان خاصة في العشر الأواخر منه فقد جاء عن النبي الكريم فيما ترويه أمنا عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله فإذا أقبلت كان يقول قوموا لنداء ربكم كان يشد المئزر ويوقد أهله ويحيي ليلة ويشتهد في العبادة ما لا يشتهد في العشر الأواخر من رمضان كذلك كان صلى الله عليه وسلم يحط صحابته على تحري ليلة القدر فليلة القدر المباركة هي من أعظم الليالي عند الله تعالى والنبي صلى الله عليه وسلم أعلى قيمتها فهي التي تلك الليلة التي أنزل الله فيها القرآن الكريم قال سبحانه إنا أنزلناه في ليلة القدر وبين النبي الكريم أن العمل والعبادة فيها خير من ألف شهر مما سواها ربنا يضاعف فيها العبادات والحسنات أضعافا كثيرة ليلة القدر خير من ألف شهر وكان صلى الله عليه وسلم يحط على إحياء هذه الليلة وقيامها لأنها سبب لمغفرة الدنوب وتيسير الأمور وتعظيم الأجور لقوله صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ننبه كما كان صلى الله عليه وسلم يتحرى هذه الليلة ويأمر أصحابه بتحريها ويوقد أهله الأواخر من رمضان وهي في الوتر من لياله الأخرى كذلك أيها الأحباب الكرام من اجهادات النبي الكريم في رمضان طلبه أن نؤدي العمرة لأن العمرة في رمضان هي أفضل من أدائها في عيرها وقد تبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال عمرة في رمضان تعدل حجة معي وقال أيضا صلى الله عليه وسلم الغاز في سبيل الله والحاج والمعتمر وافدر الله والحاج والمعتمر وافد الله دعاهم فأجبوه وسألوه فأعطاهم ثم بين صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يضعف أجر العمر في رمضان نظرا لاجتماع شرف الزمان وهو رمضان وشرف المكان وهو مكة المكرمة وكلما كان العمل خالصا لله كان الأجر مضاعفا وقد كان من عادته صلى الله عليه وسلم أنه ربما جامع زوجته في ليل رمضان ثم ينام ولا يستيقب حتى يؤذن للفجر فيقوم وهو جنب فيغتسل ثم يذهب لصلاة الفجر ومن بين الأمور التي تميز حياة الرسول صلى الله عليه وسلم في رمضان أنه كان يضرب المثل في الصبر على الجوع ويعلم أمته أن رمضان ليس شهر أكل وشرب ولهو كما هو الحال في الكثير من بيوت المسلمين وإنما يعلمهم أن رمضان شهر عبادة وطاعة واشتهاد لهذا كان يصلي قيام الليل في بيته بعد أن ترك السلاة القيام في المسجد خشية أن تفرض على الناس ولما كان آخر أيام من رمضان عاد فجمع بناته ونساءه والمؤمنين للصلاة مرة أخرى جماعة وهذا حري بكل رب أسره أن يعمل مثل هذا الصنيع يجمع زوجته وأبنائه وآل بيته ويصدون جماعة خصوصا في ظل هذا الحضر الصحي نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم أجمعين أحبابنا في الله إن من سنن النبي صلى الله عليه وسلم في الصيام ومن آدابه في هذا الشهر الفضيل أنه كان يقول لا يزال الناس بخير ما عجل الفطر فكان يدعو إلى تعجيل الفطر كما كان يدعو إلى تأخير السحور كان يقول تسحروا فإن في الصحور بركة أما عن إفطاره صلى الله عليه وسلم فيروي أنس بن مالك قوله كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصل فإذا لم يكن رطبات فتمرات فإن لم يكن تمرات حسى حسوات من ماء وكان يقول بعد الإفطار اللهم لك صمت وعلى رزقك أفترت اللهم لك صمت وعلى رزقك أفترت وإذا أكل كان صلى الله عليه وسلم يقول ذهب الضمأ وابتلت العروق وتبت الأجر إن شاء الله فبعد الطعام والشراب يدعو بهذا الدعاء ذهب الضمأ وابتلت العروق وتبت الأجر إن شاء الله وكان صلى الله عليه وسلم يأمر بأن الصائم لابد أن يجتنب كل الإساءات وكل المظالم فقد قال صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه وكان يقول الصوم جنة فإذا كان الصوم أحدكم فلا يرفت ولا يفسق ولا يجهل فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إن مرء صائم وكان يقول ليس الصيام عن الطعام والشراب وإنما الصيام من اللغو والرفت وقال جابر وقال جابر ابن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمحارم ودع أدى الجار وليكن عليك وقار وسكينة ولا تجعل يوم صومك ويوم فطرك سواء فهذه أيها الأحباب الكرام بعض السنن الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان والتي من شأنها مضاعفة الثواب والحسنات لمن فعلها فأيام هذا الشهر الكريمة وليليه العظيمة تعد موسما عظيما ورابحا للطاعات وميدانا واسعا للتنافس في أداء العبادات والقيام بالكثير من الأعمال الصالحات والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بألوان مختلفة من الطاعات والقربات ولعل أهم الأعمال التي كان يواضب عليها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر الفضيل هو الاكتار من الذعاء وذكر الله عز وجل لأن ذكر الله تعالى من أعظم العبادات التي يتقرب بها العبد إلى ربه خصوصا في رمضان لأنها المقصودة من تشريع العبادات فالعبادات والأعمال الصالحة جميعا شرعت لإقامة ذكر الله تعالى ربنا عز وجل يقول فاعبدني وأقم الصلاة لذكري وقد جاءت الكثير من الأدلة التي تبين فضل الذكر كقوله تعالى والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما وقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند ملككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والوارق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويدربوا أعناقكم قالوا بلى قال ذكر الله ذكر الله فالذكر هو مقصد أساس من مقاصد الدين ومن فوائده أنه سبب لنيل الرضا الرحمن ومحبة رب العالمين والقرب منه وهو أيضا سبب لطرد الشياطين وإزالة الهم والغم ومحو السيئات كما أنه من أسهل العبادات وأقلها مشقة فاللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعده أهل التنائي والمجد وأحق ما قال العبد وكلنا لك عبد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد اللهم آتي أنفسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إن نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى عن الناس يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث اللهم اقضي لأمري كله ولا تكني إلى نفسي ترفة عين اللهم اغفر لنا خطيئتنا وجهلنا وإسرافنا في أمرنا اغفر لنا جدنا وهزلنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين نسألك اللهم إيمانا يباشر قلوبنا ويقينا صادقا حتى نعلم أنه لن يصيبنا إلا ما كتبته علينا والرضى بما قسمته لنا يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين